وطني في البرنامج سيطلعنا على هذه التفاصيل مباشرة سنذهب وإياكم في هذه اللحظة الأستاذ رائد أسعد الله صباحك بكل الخير أهلا وسهلا بك يعني حضثنا أكثر عن هذه المدرسة التي هي بالتأكيد لتنمية القدرات والمهارات وكذلك عن شروط ومعايير يجب أن تنطبق في المدارس التي يطبق في هذا البرنامج أعطيك العافية وصباح الخير لكم للتلفزيون الفجر والكل طاكم المميز دائما أهلا وسهلا لا شك أن هناك تعليم جديد يعني قاعد يحصل في المدارس عندنا وكان في عندنا فكرة له نظام تعليم استيم استيم هو تعليم يدمج تعليم الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا معا في داخل غرفة الصفية والهدف الأساسي منه أنه ننكل الطالب من لغة المعرفة إلى لغة الأداء فريدنا نوظف التعليم اللي بتعلم الطالب داخل الغرفة الصفية إلى مشاريع بتحل مشاكل بعانيها الطالب في المجتمع اللي حواليه لأن هذا المشروع هو مشروع ضخم وقعت الوزارة التعليم والتعليم اتفاقيات ضخمة مع المولين البنك الدولي واليونسيف وإلى آخرهم بقيمة 20 مليون دولار لمدة 9 سنوات فهو مشروع طويل الأمد الهدف الأساسي منه نقل المعرفة إلى أداء بدنا الطالب المعلومات اللي بتعلمها يوظفها في حل مشاريع حل ما يفيها مشاكل واقعية المدارس اللي تم اختيارها الآن هي عينات تم اختيار ثلاث مدارس في كل محافظة من محافظات الوطن يطبق فيها هذا النظام المدارس اللي تم اختيارها كان إنه ثلاث مدارس مدرسة ذكور اللي هي ذكور قفليل الثانوية ومدرسة إينات بنات باقة الشرقية الثانوية ومدرسة مختلطة اللي هي مدرسة كفر زيباد الثانوية المختلطة هذه المدارس تم اختيارها بناء على وجود غرف أو نسميها بلغتنا مختبرات تكنولوجيا فيها معدات. وهذه المعدات يمكن استخدامها وتوظيفها في إنجاز المشاريع اللي الطلاب يكتشفوها أو اللي الطلاب يشتغلوا فيها. إذا أردنا أن نتحدث كذلك عن الطلبة أنفسهم. يعني من أي المراحل الدراسية يستطيعون الانخراط مع هذا البرنامج أو هذه المدرسة. بالإضافة إلى هل هناك مواصفات معينة مثلا أن يكون متفوقا في المبحث ما. أن يكون لديه قدرات على الاندماج مع برنامج هذه المدرسة؟ نعم. أولا هذا البرنامج سيطبق على الطلاب قبل الرودة حتى الطلاب بصف 11. لكن في المرحلة التجيبية الأولى اخترنا الطلاب اللي قبلشهم من الصف السابع وحفل صف 11. مشترطناش أن يكون الطالب متفوق علميا. احنا اشترطنا أن يكون الطالب لديه ميول للعمل. ممكن يكون الطالب متفوق ولديه ميول. بس ما كان معياض من هذا الحكي. إحنا كنا نفكر كيف نفعل الطلاب بالصورة المناسبة؟ طبعا وزارة التربية والتعليم مشكورة وفرت لنا معدات ووفرت لنا مواد ليستخدموا هالطلاب في التدريب. وكذلك وفرت لنا ضياف يومية كاعدين الطلاب اللي بيجعلنا على المشروع بنوفر لهم الضياف والمحدات اللي بتلزمها. يعني مدللين كمان يا أستاذ رائد نعم. مدللين طبعا. إحنا وفرناهم كل سبل الراحة. وللأماني أنا لما رحت على مدرسة طبعا إحنا للأسف طارعنا ضرطنا جمدنا مدرسة بكل قفيني ثانوية. فإحنا نشتغل الهاتف في مدرسين. لما رحنا على مدرسة بنات قفين وشفنا البنات هم كادت بشتغلوا في المعدات. هم يجهزوا رافعاتهم اللي هم عملوها بإيديهم. رافعات الهايدروليك على الأبر ومش عارس إيه. شوفنا كديش هم كانوا مستمتعات. لدرجة إنه كلنا هم ترى بننضيف عندكم بنات أخرى شوية عشان يزيد عددكم. إحنا مطلوب أن يكون اللي ندربهم من 70 إلى 80 طالبين. فإنه كانت عطلة بلشنا بالعطلة. فكانت إجازة الطلاب. يعني كان الإقبال مش زي ما إحنا بدنا. فعا بداية العام الدراسي في طالبات نضموا. طالبات الكادمات قالوا لا إحنا صرنا ناخذين مهارات عالية وبدناش بدان من الصفر وخليهم ينضموا لمجموعاتهم لحال. فيعني كان في إقبال أو في يعني حماس من الطالبات بطريقة مش طبيعية للعمل في هذا المشهور. جميل جدا. حتى أن هنا الآن بعض الأهالي يعني الأخ ديمة سلمان تقول مشروع حلو ومميز وتجربة كثير كانت حلو وجديدة لأولاد ويعطيكم ألف عافية. تفاعل الأهالي أو هنا إلى أي مدى أنتم بحاجة لتعاون من قبل الأهالي معكم حتى ينجح هذا المشروع. أخطفاء احنا اشتغلنا في السنوات السابقة مع جامعة خضوري. وهذه سميناها أيام السنوات الاستكشافية. صحيح. وكانت هذه الأيام هي بالاعتماد الكامل على الجامعة وعلى المنشطين اللي في داخل الجامعة. وإحنا طبعا نشكر جامعة خضوري على استضافتهم إلينا. بس المفاجئ أنه إحنا السنة العام كانت إقبال أقل. السنة أجونا أولياء أمور على التربية. إحنا نسجل أولادنا في هذا المشروع. العام نسمعنا شوى الطلاب عمله. وبناء على إحنا معنيين أن الولاد لا يكونوا في هذا المشروع منخرطين فيه. لذلك نتمنى عليكم. فكان نطلوب مننا ستين طالب لجامعة خضوري. يمكن سجلنا خمسة وثمانين. ولو بدنا نكمل وصلناهم أكثر من مئة. بس للأسف المختبرات والقاعات والأماكن اللي إحنا متواجد فيها. ما بتتسوعب هذا العدد كل ياته. في إحنا في إقبال على موضوع السنة. خاصة في الفترة اللي كانت قبل يمكن أسبوعين هنا في جامعة خضوري. إحنا للعلم ألفنا دليل لتدريب المعلمين الذين بدون يشتغلوا مع الطباس في مختبرات السنة. نعم. وهذا الدليل هو دليل وطني بانتياز. يعني اللي كمنا عليه. إحنا صريق وطني. واشتغلنا على هذا الموضوع بكل كفاءة. والحمد لله الدليل أصبح موجود. ورح يدرس ويستخدم في المدارس ومستكبالي القريب. طبعا إحنا بلشنا بعينة. هاي العينة زي كرة التلج المتدخجة. رح تدير رح تدير حتى نصل. وبذا نحن نسأل كذلك عن الشمولية لكافة المدارس. أن تكون هي الأخرى جزءا من مدرس تستيم الصيفية. لا شك. وللعلم كمان يا سبت وفاء. أننا نطبق بالمشروع في غزة. فإحنا في عنا الآن تطبيق هذا المشروع في كل محافظات الوطن الجنوبية والشمالية. نعم. وبالتأكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. والانتشار الأوسع والاستفادة الأكبر لكل طلابنا. الذين سيكونون جزءا من هذا البرنامج. كل الاحترام وكل التقدير. وخطط تطويرية مطلعة من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية في مختلف المحافظات. ونأمل أيضا إن شاء الله أن يكون في مختلف المدارس هنا في طول كرم. نعم. هذا ما نتمنى أستاذ رائد ملاك. في السوفاء نسمحي لي. بس بدي أشيء لشيء مهمة. نحن كاعدين في وزارة التربية والتعليم نشطر على ثلاث مشاريع جديدة ومولة من بنك الدول. مشروع السم ومشروع الكرائية ومشروع التقويم. هؤلاء الثلاث مشاريع إذا تم تنسيرهم بالصورة المناسبة. وزي ما هو مخطط من وزارة التربية والتعليم أعتقد أنه سيكون فيه نقلة نوعية في التعليم في فلسطين في القطرة المقبلة خلال السنوات التسحي القادمة. نعم. وهذا ما نتمنىه دائما وأبدا. كذلك أن يكون هناك بالفعل قفزات نوعية وتطويرية في المسيرة التعليمية. إجمالا أشكرك جزيل. أشكر السادة رائد ملك منصق استيم في المديرية ومدرب وطني في البرنامج. وهذه الروح المعنوية العالية دائما وأبدا. اعتدناها من خلالك وعليك بالتأكيد. ونتمنى كذلك تفاعل الأهالي مع مثل هذه المشاريع التربوية المؤيزة. نواصل مع حضراتكم في مشوارنا وحتى هذه اللحظة بصراحة هناك أنباء وكما تفيد وزارة